موسيقى 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 في أوروبا حتوقت تتفرج عليكي بقى هتدخل طب مص الشرق والغرب والولايات المتحدة الأمريكية ودي لها مصالح ودي لها مصالح وأنا بقال لي فترة كاسا سنة عمال أقول لي يا جماعة خلوا بالكم العالم لازم يدور على أسلوب جديد في إدارة الإقتصاد والسياسة مرتبطة بالإقتصاد فلو إحنا مبيناش للعالم إن إحنا على قدر المسئولي شايفين التحديات اللي قدامنا ومستعدين نتعامل معها ونحلها وأكد لحضرتك إن النتيجة هتبقى أسوأ مما يتخيل ناس كتيرا لأن العالم مش هيتركك تعرضيه هو للمخاطر يعني شوفي إحنا بقى قربنا قوي إيه اللي خلي ناس قربت من بعض كده التكنولوجيا وسائل التكنولوجيا شالة الحدود يعني حتى أنا دايما نقول حتى مفهوم السيادة اتغير بيش حاجة اسمها أنا حرة وانت حرة وانت حرة بشاك اسمها انت بيحصل عنك مشكلة بتمسي المنطقة كلها منطقة بيحصل عندها مشكلة بتمسي أوروبا بتمسي أمريكا أمريكا بتمسي الصين وبتمسي تلاقي كرة الأرضية كلها دربك فإن الشعب المصري يبين قدام العالم في هذه المنطقة المرتبكة الملتهبة إنه على دراية بمشاكله وإنه مستعد ينزل ويواجه التحديات ويحلها هي دي الرسالة اختار مين اختار اللي انت عايزه بس لازم تفاهم وتوري الناس كلها إنك فاهم المخاطر عارف التحديات عايز تحل المشاكل دي مع بلدك ومع المنطقة دي أهم خطوة ولذلك تلاحظ يا حضرتك في عز اللي احنا فيه دا وتلاحظ السيد الرئيس بيقابل ناس وبيعمل اتفاقيات ومن يومين السيد وزير الخارجية عمل اتفاقية في أفريقيا ما تقدر يشتوق فيه لأن ما بقاش في حاجة اسمها دي مشكلتي ومشكلتك العالم مفتوح على بعض فإحنا لما بنقول للناس يا ناس انزلوا وقولوا اللي انتو عايزينه يعني عايز تختار مين في الاتنين عندك اتنين اختار اللي يعجبك بس فكرة النزول فلسافة النزول فلسافة النزول يعني انت مقدرة ومهتمة بأمن واستقرار بلدك اللي هو أمن واستقرار المنطقة اللي هو أمن واستقرار العالم يا انت قادرة وفهمة ومستعدة تشاركي في حل هذه المشاكل يا حيشوفوا طريقة تانية ودي بقى خطر الحقيقة وذلك قال بلادي الناس انزلوا وقولوا اللي انت عايزوا حيقولك قولوا ايه لكن مسألة أصلها من الكلام بسمع كلام غريب جدا أصلها محسومة يعني محسومة ده ملفهم مهم جدا دي جزء إحراج أشارتي ليها موضوع فكرة ان الانتخابات محسومة أو يمكن ان المواطن اتطمن المواطن شاف انجازات الفترة اللي فاتت في ناس كتير شافة الانجازات ولمساها كل الناس شاف فبتقول لا انا متطمنة بقى ورتاحوا بقى خلاص لا احنا متطمنين ووثقين ومرتحين ووثقين في القيادة وعندهم ثقة فان الرئيس هيكمل معهم الفترة القادمة فبالتالي يقولوا ايه طب ما فيش داعي ما احنا كده ولا كده متطمنين الفلسفة دي موجودة عند ناس موجودين عندنا دي بقى احنا محتاجين اه نتكلم فيها شوي غلط ليه لو المسألة مسألة مجموعة من الناس تقول رأيها طب ما تديش حق الانتخاب للناس كلها لأ حق الانتخاب ده لكل بنا آدم مصري برا وجوه لو احنا حنقصره على فئة والناس التانية تقعد سكتة ملقاش دعوة مكناش عملنا ده كل لأ كل واحد فينا له دعوة وكل ما لأصواتك بتبقى موجودة كل ما بيبان ان الكل مستعد يشارك في البناء يعني ما فيش حاجة اسمها يلا يلا هم بقى يكمل الله طب واحدة وانت انت عليك دور ولذلك لان لما حتقولي دي يعني اتمنى نكسانين السؤال ده انه دور مين في الفترة الجاية دور الشعب المصري كله كله صحيح ان حد يجي يقول يقف يقولي حصل ايه حصل ايه حصل ايه منك انت انت عملت ايه وذلك دهما نقول يا جماعة كل واحد يقوم الصبح يروح يعمل شغله بما يرضي الله بدليل ان الشعب ده عمل قبل كده وعمل انجاز يعني تلاتين ستة يعني انا على المستوى الشخصي بشوف ان هذا الاستحقاق هو استكمال لما حدث في تلاتين يونيو ده مشروع كامل الدولة كلها قامت بيه بكل مواطنيها وبالتل هي بتستمر في هذا بتكمل مشروعها احنا بنكمل هذا المشروع سيح عايزة كمان تقول ان اللي نازلين دول حيشاركوا في تكمالة المشروع صحيح هو ده المهم صحيح هي مش انك تكملي انتي قطعتي طريق لو لو تحب نتكلم في بعض التفاصيل فضالي احنا عملنا شو محدش يقدر ينكره باستمش كفاية خالص يعني ايو احنا عملنا سياسة مالية مقبولة سياسة نقدية ما شاء الله ما شك واس اوي ابتدينا نعمل بنية تحتية طورنا من فلسفة ادارة الاقتصاد انا دايما بقول هذا الكلام من دعم استهلاكي كامل الى دعم انتاج من اول متناهي الصغر لغاية اكبر مشروعات من دولة مش قادرة تجيب مستثمرين بالشكل الحقيقي الى انفتاحها على عالم كله السيد الرئيس من يوم ما جيه ما سابش بلد نظرها ودعاهم للاستثمار وكلهم جوم انا دايما نقول كل العالم جيه في 2015 في المؤتمر بس كلهم قالوا عاوزين ايه يعني انا بتذكر المؤتمر المناخ اللي بجاذب الاستثمار اه طبعا يعني كان جهد جون كاري من امريكا وقال عاوزين واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة وكلها حاجات منطقية انت عاوزة شفافية وعايزة افساح وعايزة تحرب الفساد وعايزة حوكمة وعايزة مناخ استثمار جيد وعايزة صغيري قوانين وكل اللي طالبوا هو واللي طالبوا الاوروبيين برضو واللي طالبوا اخرين عرب او غيرهم كله اشتغلنا على نصه لسه شوية لسه شوية الفترة الجاية بقى احنا عاوزين الاستثمار يتحرك بس اشان الاستثمار يتحرك لازم المصريين هم اللي يبتدوا يعني ده ما نقول لو رجال الاعمال المصريين ما ابتدوش عمر الاجالة ما هيبتدوا يبتدوا يعملوا ايه يبتدوا يعملوا مشروعات انا مش عملتلك قانون جديد وغيرتلك من اسلوب ادارة الاقتصاد وقاضتلك على البيروقراطية بشكل نسبي وعملتلك طرق وعملت طاقة وسهلتلك امور كتيرة قوي وقلتلك ادي هيتل استثمار روحش في بي خلصوا بسرعة ازاي وحدتلك مناطق اقتصادية جديدة وعملتلك بنيا تحتية اتحركي بقى لكن لو المستثمر المصري ما تحركش وانا بقولها بصوت عالي ما تطلبش من مستثمر الاجنبات ما حدش هيخش لان اول حاجة يقولها الاجنبية اسكان مصريين ما اشتغلوه وخلي بالك انا بقول يستثمره مش يببرعه لان انتي لو جاتي قلتلي قلتلك انا ببرعت ده مش استثمر هم عاوزين يشوفوا المصري دخل مسك مشروع بناه عين مصريين واجانب ودربهم او شارك اجانب او اشتغل لوحده عايزين يشوفوا مصروعات مصرية رجل الاعمال المصري يتحرك الاول اول ما هو يتحرك حيتحركه لكن رجل الاعمال المصري مش يتحرك بانه يقول والله انا ببرعت مش موضوع تبرع ده مش موضوع تبرع طب لو قلنا سؤال كده للمستثمر الاجنبي استثمر في مصر عشان عشان اه ده سؤال حيل شكرا بصي حضرتك بقى بصي عالجغرافيا بصي رجعني ورا كده وبصي عالكورة الارضية صحيح انت عاوزة تنتجي صح وعايزة تصدري صح امريكا عايزة تنتجي وتصدر اوروبا عايزة تنتجي وتصدر والسين عايزة تنتجي وتصدر واحنا عايزين ننتجي وتصدر عنصدر على الامر بقى هيا قدك كده كرة الارضي طيب ليه استثمر عندك وليه انت تستثمر عنده لازم توزع المصالح هو ياخذ مصلحة من عندي وانا ياخذ مصلحة من عندي ما حدش حيبك اسمان على طوب ولذلك لما ايجي اقول له مثلا والله تعالى استثمر عنك وانا هستثمر عندك تعالى افتح لي فرص عمل لشبابي وانا هفتح لك فرص عمل لشبابي افتح لي سوقك وانا هفتح لك سوقي ان تقود الدول مع بعض زي ما قلت لحديتك نظريخ صديقة جديدة لانك لو بصت على كرة الارضية طب وكلنا عوزين نشتغل هنبيع فين على الامر بقى ولا في المريخ ولا فين لما كل واحد حقيق في سوقه وانا هذكر حددتك بحاجة حصلت من فترة رئيبة قوي كانت زي انذار للعالم وما انتبهناش مش ترامب فرض رسم على بعض السلع دخولها لسوق الولايات المتحدة الامريكية مش ده قلب الكرة الارضية صحيح ودول سلعتين ومال بقى لو قفل سوقه وانا دايما كنت اقول كده يا جماعة العملية مش حرب صحي العملية تعاون اقتصادي دولي متبايدون ولو دخلنا الموضوع ده قلب حرب مش عايزة اقولك كل الكرة الارضية خسرها ولذلك يجي استثمر عندك ليه انا اقول لي انت عندك اولا سوق نص شباب وهي مشكلة نخبيش عليهم لكنها كمان ميزة ليه مشكلة وليه ميزة مشكلة لانه مش بتضربين مش كوالي فائد للسوق لا لا مش مش كوالي فائد الثقافة وحشة يعني حتى انت لما تيجي كده تسألي اي شاب هنا او اي ساب برا وتقول له انت عايز ايه حتلاقيهم مختلفين شتان الفرق ده بقى ثقافة مجتمع وموروظ في المجتمع محتاج سنين نشتغل عليه لكن من ناحية تانية انت عندك مجموعة من الاتفاقيات واخرها اللي تمضت مع افريقيا اوروبا وافريقيا وبلاد العربية تخلي اي واحد ينتج على ارض مصر بكل المشاكل اللي فيها سوقه يفوق مليار بنا ادم اللي هي الاتفاقيات اللي احنا مضيناها دي مع اوروبا ومع افريقيا ومع البلاد العربية فانت من الناحية دي عندك سوق واسع قوي عندك ثروات لا حصرة لا عندك مناخ ملوش حل يعني انا عايز اقول الناس اللي بتقولك جونا حلو دي مش كلمة مجاملة روحي شوفي عريسة راجع من برا حضرتك كارثة امريكا كارثة العواصف والتلوب ودي مش عارفة تحرك وبلاد كتير كده فانت عندك جو كويس عندك سبع تامن حضرات تقدر تتحرك عليها عندك ارض تقدر تزرعيها عندك سد اسمك يعني لما تيجي تعددي البلاد بك مفيش حاجة عملت فلما يجي واحد يبص عليك كده يقول اشتغل هنا اه يشتغل ويكسب بس بشكل انك انت تهيئينه المناخ المناسب ويبقى فيه رجال اعمال مصريين اما مشاركينه وفي الغالبية بيشاركوا معا او انهم يبقوا قدوة يعني يقولك اقول الله يا رجل المصري ده عمل ودي عملت وكلهم على فكرة رجال اعمال الكبار بتوعنا احنا بنراوض لدك كويس يا دكتور لا هقولك لي انا مبسطت بين اعلانات حديثة عملت بتدى يطلع بعض الرجال اعمال يتكلموا على مصولت دي احسن حاجة لان دي اسماء كبيرة اوية معروفة في العالم ومن اغنى اغنياء العالم وتقدري تقولي ما واحد زي دا يتكلم تلمتوا ليها وزن لانه مش هيطلع ينافق مش هيصدقوه فبتدت رجال الاعمال بتدوا يطلعوا يتكلموا وبتدوا يقولوا لازم يكون فيه مشروعات بس الاهم بقى بالكلام قوموا نستثمر البلد حطت مزايا خيالي طيب روحوا خدوا اراضي وروحوا شجعوا القطاع الخاص اكتر من جد عفوا والدولة واخدها الحقيقة اسلوب ترجيع القطاع الخاص وانا سعيدة كمان بحاجة مهمة اوي الموازنة احنا حنبتدي نستخدم اسلوب جديد شوية في خلق ارادات للموازنة وحتى المشروع بتاعتنا انا سعيدت جدا فيه طرحة عام وطرحة خاصة لمجموعة من الشركات اولا فيه ناس كتيرة بتتدايق من الموضوع بس انا عايزة اقول لهم احنا محتاجين نشرح الاول طرحة العام وطرحة انتي عندك مجموعة من المصانع والثروات وارادي احصرها لها تقسمها بقالها من الخمسينات شافت عملي فيها ايه حتى لو مش اتي على النيل بص تلاقي اراضي معمولة مخازن عربيات مكسرة مقالب زبالة يا جماعة دي الارض عن نيل فيجي تكلمي رؤساء الشركات يقولك انا مش بايع اراضي قلش كلام فارغ بقى قدما انت مش عارف تشدير بقى نشوف حد تاني يدير معاي طب ندير معايزة لازم تدخلي في الملكة يبقى لازم تبتدي تقولي انا حوسع ملكة الشركات دي من القطاع اما اعمل طرحة عام يعني اطرح للناس كلها في البرز الناس كلها او طرحة خاص هتطرحي لمجموعة من المستثمرين بعينهم مثلا انا عاوز اطور فهجيب مسنع كبير عالمي حديد وصل متخصص او مصر يشارك الدول يشارك الدول شوف ازاي بقى طيب انا عاوز ازرع للطرحات طرحة العام والطرحة الخاصة والمصريين يشتروا الاجانب يشتروا ما تفرق انما حتنشتي البورصة حتخلقي فلوس للدولة اللي هي عمالة بتصرف على القطاعات دي وما فيش منها اعمل تخسر طرحة تربح وانا سعدت الحقيقة في اللقاء الاخير بتاع السيد الرئيس لما سأل سيد كامل الوزير وبيقول له احنا متأخرين ليه مين الشركات اللي اتأخرت قطاع الخاص قال له لا قطاع الاعمال لا كيف هي بقى يعني لازم نعترف اللي عندنا نقص في قدرتنا الادارية الكفقة نجيب ناس تجيب مش عيب يشاركونا واحنا نكسب وهم ما يكسب حاجة تانية تأجير الاراضي ده موضوع مهم ما اقوله نحنا نجيب بساحات اراضي واسعة ونأجرها تسعة وتسين سنة اللي عاوز يزرع يزرع اللي عايز يعمل مشروعات سياحية يعمل اللي عاوز عندنا المساحات اللي تسمح يا خبر عندنا المساحات غير انك تأجري تخشي شريك اللي هي الشراكة بين قطاع الدولة يعني وقطاع الخاص public private partnership دي لها قانون تدخلك ارادات كل اللي انا ذكرته ده حضرتك يدخلك ارادات تشجعي الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة مهمة جدا ليه الناس بتيجي بتشتغل بقنون خاصه بتشتغل وتنتج وتشغلك عمالك وتدربهم وتصدر وتجيب عملة اجنبية فاسلوب ادارة الاقتصاد في الفترة الجاه اختلف تماما انت عملت البنية التحتية الاساس بدأنا في الاربعين انت رميتي الاساس والاجراءات اللي كان مفروضا هي تحصل والله والكويس ان نقدرنا نعمل يعني اوز اقول لحضرتك زي زي ماذا ينتظر الدولة المصرية في الفترة القادمة فضال اشوفي حضرتك انا قريت اخر تقليل لسندوق النقل اللي هو نزل ده من كمين انتي لازم تخلقي 700 الف فرصة عمل كل سنة ترقم مش بسيط ازاي من غير مشاريع لازم يكون في المشاريع عشان يشتغلوا فيه لازم تهياء المناخ تعرفي حضرتك من اكتر الحاجات اللي تقلق لي انا شخصيا النقل والمواصلات في بلد بالمنزر ده معقول معقولة اقدي 3-4 النهار عشان روح عمل شغلان عن نص ساعة وانا حذكرك ان دي حاجة مش جديدة لما جينا يعملوا المونديال هنا هوا اول كلمة قالوها ايه بتوها قالك مانا بداش تحرك في المدينة مش هنروح نعملوا هناك وشوفي من كم سنة يمكن الرئيس اخد خطوات في شبكة اخدت مش بس كده العسمة يعني انت بتعملي عاصمة جديدة وانا بستعجب ناسي يقول لكم هم بيعملوا عاصمة لي في ناس تقول لي لي عاصمة جديدة وليه بعيد والناس هتروح لها ازاي لي بقى هنروض دي لإدارة الدولة دي عاصمة إدارية يروح فيها الوزارات والسفارات ومجلس النواب ورئاسة تكندس وسط البلد دي مش منطقة علشان كل واحد يقابلني يقول لي يعني احنا هنروح هناك ولا هنقعد هنا انا مش قادرة فهم الحقيقة انت تقعب مطرح هتلعيشك بعدين في خطأ كبير احنا وقعنا فيه مش كل واحد عاوز يشتغل يروح ركب القطرة جاعة القاهرة يا جماعة ما ينفعش كده ما ينفعش كده احنا النهاردة عندنا سبع وعشرين محافظة عاوزين نشتغل في المحافظات عاوزين نخلي المحافظات كلها في مجال اقتصادي وسوق الاقتصادي انت عاوزة العالم كل يبصلك ان السبع وعشرين محافظة بتشتغل لكن كل يوم الصبح ابو السلاقي ملايين تخش القاهرة وتخرج بالليل او ما تخرجش وبعين تسكن ثم تبني عشوائيات ثم تخلف ثم ترمي الولايات في الشارع لا مش هنخلص بقى مش هولانا دي دي عايزة تنظيم الحقيقة ولذلك برضو انا شايفة ان الاهتمام بتنمية انا مش هلقي باللوم على الفئة دي لان الفئة دي يمكن الفترة اللي جوم فيها ما كانوش لقيين مناخ ينفع يشتغلوا فيه في المحافظات اللي هم مبوضين فيها محافظات كانت بتعاني من الاقصاء محافظات كانت بتعاني من التهميش بدأنا مؤخرا بتحركات الرئيس في محافظات كتيرة وتحديدا الصعيد بدأنا نشتغل في اغلب المناطق دي وده هيجيب جدوى قريب فاعتقد المشكلة حركة اشارتي هي مشكلة مهمة جدا الحقيقة وقاهرة هي اللي بتدفع تمن هذه المشكلة الدولة مش قاهرة عارفة حدرتك انا بستخدم لفزة قيل دايما لكن حفظة لاستخدمه لغة ما ناس تحس في حاجة اسمها سقوط العصامة احنا عصامة ماينفعش تسحى يوم الصبح بقى العربية بتحركش ده بيحصل كتير بقى المطار يوقف بقى نقفل المطارات ونقفل الإسعاف ونقفل المطافي ونقفل الوزرات والبرلمان ونقفل بيوتة بقى ماينفعش فده مشكلة كلنا لازم ننتبه لها ولازم ناس تضحي يعني فيه ناس لحاجة بتقولي عاوزين يجوا يعودوا في القاهرة يجوا عاملوا ايه في القاهرة ماينفعش كتير لا هما كانوا بيجوا لما كانوش لقيين مجال عمل في المحظة اللي كانوا موجودين كس يعني حفترض ان كلامك صح ولو اني مش قبلها لان انا بطبعنا سافر طول عمري الناس بتعيش مطرح ما مسقط رأسها وهي اللي بتنمي احنا بس اعتدنا الحكومة والدولة هي اللي تأكلنا وهي اللي تشربنا وتعالجنا وتعلمنا وبتديناش الوحدة من دول لا ما تقدرش ما تعودناش ملفات تنمية الصعيد احنا ملفات تنمية الصعيد بدأنا ليشتغل فيها الرئيس السيسي بدأ يشتغل فيها في السنوات اللي فاتت ايوه بس لازم تشتغلي كمان كان عندنا مشاكل في المستشفيات وناس بتروح ما بتلاقيش ده كثرة كان ولحد يعني قريب من دلوقتي اه في ناس بتروح مستشفيات في الصعيد ما بتلاقيش أطباء فيها يعني يعني معاك حقا ماشي لكن اقصد ارجوكو ارجوكو كل واحد يبص حواليه ويشوفي عمر مطرح ماهو ساكن ازاي ما فيش شك يعني يشتغل بقطاع عرضي مش بقطاع طول لكن لو قعدنا نقول والله الحكومة هتعمل لنا وظائف لا دي هتعيننا لا مش هتعينك عشانا رياحك لاننا في كلمتين عايزة اذكرهم بها اولا مثلا في القطاع الدولة تلت الموازنة بيروح وجور واعتقد ان السيد الرئيس قال بصوت عالي انا بس تلف عشان ادفع لغور ما يفعش ما يفعش الفلوس بتفقد قيمتها والناس عمالها تقول هي الحاجة بتغلى ليه لانا ما فيش انتاج هيكون ليه انتجي زيادة الحاجة هترخل طب الحاجة ما بتنتجش ليه ما ما فيش انتاج ليه الناس كلها هستتوظف تاخد الوظيفة وما تروحش يا سيدتي ده فيه ناس بتروح مدارس بتدفع فلوس مش عايزة تتكلم وتاخد الشهادة وما تحضرش ويطلع للشاب من دول مش عارف يكتب اسمه احنا حنتحك على نفسنا يعني فوق بقى انا بكلمك بصراحة لو رئيس الجمهورية ده منزل ما يقدرش لوحده يعمل حاجة لو الحكومة دي ربنا مش عايزة تقول ما خلقش زيها ما تقدرش لوحده ولا مجلس النقواب يا كل الميت مليون يشتغل مش هينفر يشتغلوه العمل حق الوظيفة مش حق وعمل يعني اي عمل شريف تقومي بي انما ما سألت هنسحى الصبح فين العلاج وفين التعليم وفين ده وفين ده وفين ده مش مهم لأ مش مهم وقعدين انت عندك تحدي هائل احنا مش في حرب ولا ايه ولا الناس مش واخدة بلا صحيح ده ملف حسن يكون الناس مش واخدة بلا فيه ناس كتير ما تعرفش ان احنا بنحاول مش واخدين بلا ومش مدركة ان احنا بنواجه ايه اشتسمر هذا قلت انا بجنونها مش لما كل ده يستقر لانت مشكلة فلسطين اللي من 48 ولا لسه ولا حد بيكاد بالعكس تزداد تعقيدة والعراق والليبيا والسوريا اللي احتلت من يومين هنعم معا ايه واليمن ومنطقة الخليج يان ليبيا والسوريا كل ده محدش واخد باله مينو معقول محدش باخد باله وصمود الدولة المصرية امام كل هذه تحديات بزبط بس بقى عشان تصمد لازم كلنا كل واحد في مكان وبكررها دايما نقوم الصبح كده تقي ربنا وقوم بشغلك بأمانة مش لازم كل واحد نحط عليه رقيب كل واحد نحط عليه رقيب مش هينفه ولو قمنا كلنا بشغلنا بأمانة وأكدلك هتتحلم هتتحلش ليه كل ملاد الدنيا عايشة كده ليه احنا ما تتحلش وبعدين لازم نفهم القطاع الخاص لازم يقود التنمية احنا جربنا سنين طويلة ما نفعلش ولازم نفهم ان لازم ده نفتح على العالم لان يوم ما ما هيبقى له مصلحة عندك حتى ان هيعمل لك مصلحة عنده لوم الناس كلها تعيش كويس يعني في نظريات كتيرة ربه الناس عليها ملخبطة لازم تتوضح وانا اعتقد ان في الوقت ده ممكن كانت الدولة المسرعة بتعاني من حالة نوم او ركود سنوات طويلة فالناس كانت بتزحى من النوم اخدى على شكل الدولة كده اخدى على شكل الدولة كده فحالة الحراك اللي حصلت في الاربع سنين اللي فاتوا دول الناس مستغرباها او الناس متفاجئة بيها بتسحادتك سيخصية محترمة مهزبة الناس كان بينضحك عليها انت تحكتي على شعبك خدعتيه عادي تحكي له في قصص هو اهمه وقراني ومزيكة ورأسه وطبلو وفي حقيقة الامر عمال بيرجع له ورا الدولة بتتهيلك بتتهيلك وبتقع لغاية جيتي النهاردة تلاحقت ان احنا قدرنا نعمل موازنة كويسة وتلاحقت انك قدرت ترفعي الاحتياطي وترافع وبتقدر تسد ديون اللي عليك دي انت عندك مشاكل قد كده يعني لو قلت لحده دك التحديات اولا عندك تحدي الامن الغذائي دي عايزة استراتيجية كاملة عندك تحدي الماء اللي مرتبط به عندك تحدي عدد الشباب عندك تحدي الخنق اللي في المحافظات وعايزة تتفك كل دي تحديات قدام وتحدي الارهاب وتحدي الارهاب والحرب اللي انت فيها وتحدي الحدودك اللي ما انتش عارفة تعملي معاها ايه انت عندك تحديات هائلة الشعب لازم يرفع ما هذا الكلام وانه كل واحد فينا له دور احنا مش جايين اسات زازائرين ناس حالصبح نقولها والاخبار والنظر والنقيم دي فرحالة حرجة هنعدي بينها ان شاء الله لكن الكل اللي لازم يعرف دي مرحلة تضحيات مش مرحلة يعني كل واحد بيحارب في مكان من موقع طبعا طبعا بص يا حضرتك انا مش عايزة اقول لك موضوع النقل والمواصلات ده ده موضوع مش هزاي حقيق لان ده لو البل لو العاصمة دي وقفت تراها تين بقى انت محتاجة تتحرك بسرعة محتاجة نخلص العاصمة الجديدة اسرع من كده محتاج نفكر كويس اوي كل واحد جواب ما تراحه ما يجيش وينزل على العاصمة ويلم العيلة عندك تحدي قاتل اسمه العشوائيات وعلى فكرة العشوائيات مش انك تنقليهم من عشة لشأ ده انت عايزة تغيري الثقافة والتعليم وتشوفيهم صحيا يعني هم حياة حياة بالزبط نعيد بناء منسان نعيد بناء من أول المصيد ما يقولوني بنينا طيب دي خطوة كويسة بس ده مش النهاية ده مش النهاية طبعا نا انت عاوز تشتغلي على التعليم والثقافة والصحة الاولاد دي لازم تتربى من الاول دي غدوا الغلابة ففي عندك تحديات كتيرة القاهرة بشكل العشوائيات اللي فيها ده مينفع فانت بتتحركي الحقيقة بس الناس انا دايما نقول ذكرهم كتير عشان احنا فينا عب ننزل يعني انا انت بس الكلام دي تال كل يوم الصفح كل يوم الصفح عشان ما حدش اول ما يصحيت له في حاجة تاني وبعدين في موضوعات تانية برضو وعايزة واقفة الحقيقة يعني موضوع ان القاهرة صحية 24 ساعة استهلك الكهرباء وانهاك الطرق انت حتى لو عايزة نتضافة نتضافة امتى كانت صحي 24 ساعة حتى لو عايزة تستسني بعض الاماكن الاسرية عايزة تستسني لازم البلد عايزة واقفة في كمان تحدي كبير قوي جايلنا نخلي بالنا منه سيبك من السنة دي الخاصة احنا مش هنسبها خلاص وحنفتحها ان شاء الله في البرلمان وفي لجنة الاقتصادية انما في موضوع برضو حيطلع لنا قريب مش لازم نستنى لما يطلع دي مش هتنقلي العاصمة الجديدة المباني اللي هتفضل دي حرام فيها ولا حنسبها برضو ويحصل فيها فساد وبعد نجري وراء الناس ونلمهم وندخلوا من السجون لا عايزين بقى نعمل كشف ايه سنريوهات ايه وانا حفضي ايه على فكرة ده في منها قصور ده في قصور وفي قصور معاملة اقصام بوليس وفي قصور معاملة وزارات انا كنت في وزارة التعليم من يومين ده قصر الاميرة فعلا فاطمة هي يا جماعة الحاجات دي جيب فلوس تتجدد وتجيب فلوس تتعمل متاحف وفي مباني هائلة هتفضل هتعمل فيها ايه فاحنا عاوزين استراتيجية من الدولة تقول لنا هتعمل ايه مش لستمنا لما ننقل وبعد نقعد عشر سنين نسرق فيها وبعد نفوق صح لأ زي الخسخصة اللي تعملت سنة 96 ده في موضوعات كتيرة البلد في كل ما تفتحي حضرتك دوسين تلاقي فيه شغل قد كده ما لفتك تسرق دي قوي 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 خليني استغل وجود حضرتك معانا واسألك عن البرلمان شايف دور البرلمان الفترة اللي فاتت ازاي ومنتظرة من البرلمان ايه الفترة قادمة لأ شوفي حداتك براء من اللي فاضل هو اعتقد سنتين مش فايحة بسيطة لكن اؤكد لك اولا اغلب دخلوا البرلمان بما فيهم أنا كنا جداد على حياة البرلمانية صحيح صحيح كنا في الحياة السياسية لكن في حياة برلمانية فدلوقتي تأكدي انه الكل ابتدى يشوف بشكل اوضح يعني الاول كان الناس كلها مش عارفة وبعدين ما فيش كمان المحليات فكل البرلمانيين بيقوموا بدور بدورين اه ويا هو دور واحد لا يعني ما فيش دورين طول النهار عمالين يجروا يمين ويجروا شمال لخدمات المواطنين دي مش شغلت مش مش شغلت لا احنا رقيب ومشرع الدور ده حتشوفيه شديد قوي في الفترة الجاي ليه علشان التحديات يعني انا قلت لحضرتك لو خدنا كل تحدي وحطنا قدامنا تحدي التعليم انا مبسوطة قوي برضو من قرار انه ما فيش جامعات خلاص الا مع توقام علامة للمؤمنة جدا اه لان احنا كنا نقمى نوعية في التعليم وقفنا يعني مش عايز اقول جواهات ما لو قتلغينا حتى اللغات الاجنبية من المدارس يعني مش عايزين نرجع الورا وندقش دماغنا انما انتي بتغيري خالص التعليم تحدي كبير الصحة تحدي كبير جدا جدا الطرق تحدي كبير فانتي كل قطاع من دول هنبتدي نمسكه الابن الغذائي تحدي كبير انه يبقى لك موازنة واحدة للدولة مش موازنة وبعين سنة ديء خاصة ومش عارف ايه وايه 600 موازنة ما بيش عجل اسمها كده ففي تحديات كثيرة جدا اعتقد ان الفترة الجاية هيشتغل عليها البرلمان بشكل اكثر حتى انا بقول لحضرتك حتى املاك الدولة احنا عاوزين لما املاك الدولة دي اللي هي محدش عارف لها رسم الرجلين ونشوف هنعمل فيها ايه ونجيب ارادات وندخلها للموازنة ونظبط لكن انا متأكدة حضرتك ليوبا ما حنينقل هتبقى هيصة اذا ما كانوش ابتدوا من دلوقتي كل واحد حتى عينه على حاجة صح والله يا دكتور حاجة مش معقولة هل في علاقة بين الانتخابات والاقتصاد والوضع الاقتصادي في الدولة شوفي حضرتك انا مش متحيزة لو ما عندي جيش اقتصاد قوي لا عندي جيش قوي ولا دخلية قوية ولا تعليم ولا صحة شوفي الاقتصاد هو كل حاجة ولذلك حتى ما يتكلموا عن ناس اقول لهم شغلوا الشباب في متناهي الصغر مكنوا المرأة اقتصاديا مرح كان في احتفالية حلوة او المرأة الحاجة مكنوا المرأة اقتصاديا مكنوها اجتماعيا مكنوها سياسيا دي نص المجتمع نص المجتمع عندك 50 مليون واحدة حدسي بيون لا مش معقول دي قوة شغاليهم حتى لو اشتغلوا من بيوتهم فالاقتصاد هو كل حاجة في العالم كله حتى حديث تلاحظي الدول اللي بتتحكم في العالم الدول الاقوى دول الاقتصادية واقوى مؤسسات اقتصادية اللي تتحكم في العالم لا طبيعي يعني انت هتتحكمي بالخطب او دي تخطوبي زي ما انت عايزة انا جعان عاوز اكل هتعلم في تأكلين ايه انا عاوز احل مشكلة الامن الغذائي انا عاوز اعمل سكن للناس ومدن جديدة انا عاوز اعمل طرق انا عاوز انشوفي حتى ما كنا منكالم في قطارات مدن جديدة دي كان لازم تتربط بقطارات النهاردة لما سيد الرئيس قبل رئيس السودان قالك نعمل ربط سكة حديد ربطي افريقيا بالسكة الحديد يا ستي ده ايام الانجليز كان فيه حاجة اسمها قطار الشرق كان بيطلع من المغرب ويمشي على الشرق ويشتخش اسطنبول تركيا ويشتخش على اوروبا وقفوه هو تالي يحرك التجارة والاقتصاد لكن هتنقلي كله بالبنزين والجاز اللي عمال بيغلى بعربيات والحوادث والطرق فانتي محتاجة لسه في الفترة الجاية الحقيقة ان شاء الله يعني التحدي الاقتصادي ده تحدي كبير بس انا عايز اقولك الاقتصاد مش كلمة بقاين بقى مدام تكلمنا على الاقتصاد انا عايز اقول كلمتين كده جوايا مش معقول يا جماعة كل ما يحصل خلاف الرأي السياسي الاقتصاد اللي يدفع التبع بمعنى بمعنى انا اشترأ انا عندي مثلا استثمارات من انجلترا اختلفت في قضية معينة مع الانجليز اترد الاستثمارات دي ولا اقفلها ولا اعملها ده قطاع وده قطاع شفتي بعض زي ولذلك ده خطأ كبير في اغلب ده العالم الثالث انه بيفتكروا تربط ده يعني انتي عند حضرتك استثمارات في امريكا احنا اختلفنا مع امريكا يستولوا علي ويتردوك مستحيل ليه محدش هيخشي تاني فدي برضو نقطة ارجو ان احنا نوعي الناس شوية فيها لان انا بلاحس كده ببعض الاحيان بنخلط الورق الاقتصاد هو الحلال هو اكل العيش هو الوظيف للشباب هو السطرة للعائلات هو جيش قوي هو دخلية قوية هو كل حاجة وتعليم قوي هو صحة قوية فكلنا لازم نشتغل على الاقتصاد ومن لخبطش الورق دي مهمة صحيح دكتور انا كنت اتمنى الوقتي بأطول من كده كان فيه لسه ملفات كتيرة ولكن انا سعيدة بوجودك معنا نهاردة وهنلتقي ان شاء الله قريبا نتابع المستجدات الاقتصادية وعلى الساحة السياسية كمان أهلا وسهلا شكرا جزيلا دكتور باسانت فهمي عضو لاجنة شؤول الاقتصادية مجلس النواب ألف شكرا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا كنا معاكم النهاردة في صوت الناس وختمنا معاكم مع ضفتنا الكريمة دكتور باسانت فهمي اعتقد اننا ممكن نكون جاوبنا على تساؤلات بتدور في أذهان كثير من حضراتكم ان شاء الله ان يكون في إلنا لقاء آخر وانا بشكر حضراتكم والتقي بيكم ان شاء الله في أول أيام الانتخابات مصر تنتخب الرئيس 2018 يوم 26 القادم ان شاء الله ألتقي بيكم وبكرة صوت الناس مكمل مع حضراتكم مع زميلي أحمد الشعر بشكركم شكرا جزيلا ألتقي بيكم على ألف خير مع السلام